السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو عاجل من وزير التربية وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر في قضية تعنيف الطالب مسلم عقيل عبد الحسن وسحب يد المعلم لحين إتمام عملية التحقيق ومعرفة ملابسات القضية وجه معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليم اليوم بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لمتابعة قضية تعنيف أحد طلبة مدرسة إشبيليا الابتدائية التابعة لتربية الرصافة الأولى والوقوف على حيثيات الموضوع ونقل بيان المكتب الإعلامي إن الدليمي استجاب لمناشدة والدة الطالب مسلم عقيل عبد الحسن في الصف الخامس الابتدائي والتي أطلقتها من على منصات التواصل الاجتماعي وروت فيها تعنيف طلبة مدرسة إشبيليا الابتدائية من قبل معلم مادة التربية الإسلامية وأضاف البيان إلا أن وزير التربية أمر بسحب يد المعلم المذكور لحين إتمام عملية التحقيق ومعرفة ملابسات القضية مشددا بالوقت نفسه على عدم التهاون في محاسبة من يعرض أبناؤنا الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي المتميز المتميزة في نفسنا وعملنا والابتعاد عن تلك المظاهر التي تسيء إلى سمعة التربوي العراقي توضيح لهذا الخبر وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة سحب يد المعلم لحين إتمام عملية التحقيق ومعرفة ملابسات القضية بخصوص الطالب مسلم عقيل عبد الحسن في قضية تعنيف الطالب بعد ما والدته طلبت المناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي فالوزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة سحب يد المعلم ينظرون بالقضية أو بعد وزير التربية أمروا بسحب يد المعلم ومشددا يقول بنفسه على عدم التهاون في محاسبة من يعرض أبنائنا للطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي المهم وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية في قضية تعنيف الطالب مسلم عقيل عبد الحسن وسحب يد المعلم لحين إتمام عملية التحقيق ومعرفة ملابسات القضية ترجمة نانسي قنقر